محمود تبدأ بإيه؟ تعال نبتدي بهدف النادي الأهلي الأول هدف النادي الأهلي الأول كلنا عارفين أن مارس الكولر منذ ما جئوا للنادي الأهلي رجل متميز جدا جدا في موضوع الكورر السابتة والست بيسس سواء بقى ركلات ركنية أو سواء كورر سابتة كنت تكلمت معاك هنا كذا مرة كريمي أن فيه شكل بتلعب دايما كده في الركلات الركنية وكالعادة زي ما النادي الأهلي خدت سنة فاتت بطولة من الوداد عن طريق هدف محمد عبد المنعم وعلي معلول من ركلة الركنية النهاردة النادي الأهلي بيتوج بالبطولة الاثناشر بنفس الكلام بركلة الركنية مفيش علي معلول مفيش مشكلة في حسين الشحات وفي رامي ربيعة هنتكلم هنا أول لقطة في مباراة خلص دي لقطة الهدف ركلة الركنية هنا زي ما انت شايف في حديث ما بين محمد عبد المنعم وما بين وسامة أبو علي وما بين رامي ربيعة هنا وسامة أبو علي بيكلم مع محمد عبد المنعم كالعادة همتفقين شوف الفريم اللي بعده كل واحد عارف هو هيعمل ايه خلاص اتكلم معاه يلا محمد عبد المنع كل عادة هيطعى القريبة وهنشوف اللي حصل بعد كده ايه تعالوا بنشوف الفريم اللي بعده زي ما انتا شايف هنا قبل محسن الشيحات مين اللي بدأ يتحرك عبد المنع مين وراه سامة بوعلي مين وراه رامي ربيعة اول محمد عبد المنع نلعب الكرة اول ما يبدأ يتحرك هو كده كده الترجي بيلعب زون ديفينس ما بلعبش من تومان فأول ما محمد عبد المنعم هيتحرك زي ما انت شايف راجل بتاع التراجي كان بيشارع لمحمد عبد المنعم عشان محفوظة لمحمد عبد المنعم هيتطع القريب كان عادة محمد عبد المنعم هيتطع هيسبق الراجل مين موجود وراه وسامة بوعلي كل فرقة التراجي مركزة يا مع وسامة بوعلي يا مع محمد عبد المنعم وكله تناسة مين رامي ربيعة بس عاوز اوريك على حاجة مهمة جدا كان خطأ من ما ميش اللي لعب بطوله رائعة وهنا الخطأ ده كان بسبب اكرم توفيق لما نلعب الكرة الكرة او المعدة من يوسامة ابو علي اللي بدون اي رقابة خالص جي طلع رامي ربيعة ولمس الكرة وكان فيها توفيق كبير انها خبطت في الرجل الرجل داخلت جون تعال نشوف بقى الزاوة العكسية اول ما الكرة خبطت في رجله تعال بقى نشوف الزاوة من الناحية التانية علشان نشوف التكنيك اللي عمله اللي لعبت النادي لال دنيا زحمة وهيزق اكرم توفيق مع ان هي في محيط مميش حارس مرمى الترجي الفريم اللي بعده جي يطلع لقى الدنيا زحمة ام راجع تاني ام تكورة اول ما عدت من يوسامة ابو علي بص رامي ربيعة معهوش اي حد تماما واقف مع رامي ربيعة كل ده بسبب ايه تحرك محمد عبد المنعم وتحرك يوسامة ابو علي انت هتطع القريبة انا هقطع في الحتة اللي هي في النص بالزبط وورانا هيكون رامي ربيعة نفس الكرة اللي كنت جبت لك قبل كده في المطش بتاع مزمبي اللي كان في الكونهو نكمل بقى الفريم اللي بعده اول ما الكرة جات لمحمة الرامي ربيعة خبطت في رجل الراجل وكان فيه توفيق كبير جدا تعال بقى اخر فريم خالص معنا نشوف التحرك كان عمل ازاي فريم قريب جدا هنا بص يا كريم اول محمد عبد المنعم قطع الراجل مركز مع محمد المنعم اللي اتنين بتقعد ترجي مركزين مع وسامة ابو علي بص بقى اكرم توفيق عمل ايه مداي الراجل انا مش معيني بص يا في السيكس يارد مفروض يطلع ما ميش ياخدها الطبيعي واحنا منتفرج او اكرم توفيق بيعملي هانا بالزبط كده انا فهمت الكرة عدت وصلت لي رامي ربيعة علشان الكرة تقبط بعد كده في وجول الراجل بتاع نص الملعب ويجي هدف للنادي الاهلي سلاح مارسل كولر المعتاد في النهائيات كور سابتة النادي الاهلي بيكسب البطولة حتى كمان في نهائي القارن اللي كان ما بين نادي الاهلي نادي زمالك اول هدف جيه جيه عن طريق عمر السولية برضو من راكلة ركنية واللي كان لعيبة حسين الشاحات فتحية كبيرة لمحلين الاداء تحية كبيرة لمارسل كولر تحية كبيرة جدا للعيب النادي الاهلي نجمل لقاطات العظيمة نجمل لقاطات العظيمة بص ارقام اكرم توفيق تعريز ارقامة البعد عارزك كامل اكرم توفيق سريع لا قبل ما نهي استنوا يا جماعة اكرم توفيق عشان انا قلت لقاطات العظيمة خش عالتاني بقى نجمل لقاطات العظيمة برضو